كل انا من وقت للتاني بنحب نغير ونجدد للأكل علشان منملش لكن بياخدنا الحنين لأكلاتنا المصرية الأصيلة بتاعت زمان علشان كده النهاردة انا حبيت افكركم بأكلة انا بعشقها انا جبت بصلة كبيرة وقطعتها كده وحطيتها في الكاب وممكن تقطعها برضو بالسكينة قطعة صغيرة خالص اجبتها حلق وهحط فيها شوية زيت وطبعا لازم نستمنى لما الزيت يسخن جدا جدا علشان البصل ما تشرفش الزيت بعد ما سخن خالص الزيت انا ابتدت اضيف البصلة دلوقتي وهقلبها في الزيت لغاية ما لونها يبقى دهبي الناس اللي بيعانوا من الحموضة او الحرقان في المعدة يعني انا بنصحكم لما تعملوا اكلة فيها بصل او صلصة ما تخلوش البصلة تغمق معاكو عشان تبقاش حمية على المعدة خلوها جدا لونها دهبي فاتح يعني بالشكل ده اول ما توصل لون الجميل ده هبتدي دلوقتي اضيف عليها قططش جميل هيخلي الاكلة كلها طعمها مميز هنا انا ضيفت نص ملعق التوم يعني ما تكتروش التوم خالص يعني دول حوالي ثلاث فصوص التوم مدقوين هقلبهم مع البصلة لغاية ما ريحتهم كده تبتدي تطلع وبعدين بقى لو عندك فلفل الوان ممكن تقطعي حبة كده واضفيهم عليهم لو مش عندك فلفل الوان ممكن تقطعي نص فلفل اللي هو الفلفل الاخضر العادية وطبعا لو انتم مش حابين تضيفوا فلفل خالص يعني ما فيش اي مشكلة لكن عايز اقولكوا اي اضافة احنا بنضيفها بتعليد تيست معانا هقلبهم شوية كده مسافة دقيقتين في الوقت ده انا كنت جبت نص كيلو من اللوبيا غسلتها كويس ونقعتها في مياه من بالليل لو انتم من الناس اللي بتعاني من المغس او التقلصات ممكن انتم بتنقعها في المياه دي تضيفوا كمون حبات الكمون اللي هي مش مطحونة بتمنع المغس طبعا بعد كده انا صفتها من المياه كويس خالص وشتفتها تحت الحنفية اكتر من مرة لغاية ما بقت باللون اللي انتم شايفينه ده طبعا حجمها بيزيد لما بنقعها لو مش عندك وقت تنقعها من بالليل ممكن تنقعها في مياه مغلية حوالي ساعتين او ثلاث ساعات خلاص كده انا بعد مش هطفتها وصفتها كويس من المياه ضفتها على البصل والفلفل والتوم وهبتدي اقلبهم شوية كده مع بعض بصوا لما بنمكس الحاجات الجميلة دي كده مع بعض ونقلبها على النار شوية حلوين بتدي طعم جميل جدا لللوبيا وبتخلي ريحتها برضو مميزة كده انا عايز اقول لكم الاكلة دي لما هتعملوها بالخطوات دي فعلا هتفرق معكم كتير بصوا من وقت للتاني انا بروح اديها كده تقلبة خفيفة احنا مش هنطول في التقليب يعني ممكن اربع دقايق مثلا او خمس دقايق مش اكتر من كده طبعا مش نستنى تغير لون ولا اي حاجة لا خالص احنا بس مجرد انها هتاخد من التست بتاع البصل والتوم والفلفل خلاص كده هبتدي اضيف السلسة دي سلسة بيتي اللي انا بقى عاملها معكم على القناة طبعا انا هضيف كوباية مليانة لو مش عندك سلسة ممكن تدربي طماطم في الخلاط طبعا هتضيفه الكيمياء اللي انتو حبينها يعني سواء كيلو اللي ربع او نص كيلو ده حسب كمية الصلسة او الصوص اللي انتو حبينه كتير او قليل ده حاجة ترجعلكم انتو انا بقلب الصلسة مع اللوبيا وبقى المكونات شوية كده على النار علشان ريحتهم كده تفحفح وعايز اقولكو يعني التقليب ده برضو بيسبكهم كويس فبيبقى الطعم مركز بزيادة بصوا الطريقة دي اخف على المعدة والقولون على فكرة من انتو تضيفوا الاول الصلسة على البصل وبعدين تضيفوا اللوبيا يعني هما الطريقتين حلوين وزي الفل بس الناس اللي بيجي لهم حمودة او حرقان من الحاجات المسبجة اعملوا الطريقة دي دلوقتي انا اضيفت المية ولو انتو مستعجلين طبعا هنضيف مية مغلية علشان نوفر في الوقت دلوقتي هبتدي اضيف التوابل انا اضيف ملعقة صغيرة مليانة من السبع بوهرات صدقوني بتفرق كتير جدا جدا في الطعم كمان دلوقتي هضيف ربع ملعقة من الفلفل الاسود والملح طبعا حسب الرغبة انا ضيفت يعني حوالي ملعقة ونص كده او ملعقة وربع صغيرة يعني من الملحة وهنضيف ورقة لورة برضو اه بتخلي التعم والريحة مميزين وجميلة خالص اه دلوقتي انا ضيفت اه مرقة خضروات لو حابين تضيفوا يعني مكعب مرقة او نص ملعقة من المرقة الخضروات اللي هي البودرة برح تكون لو مش حابين تضيفوا مرقة خالص برضو الاكلة هيبقى طعمها زي السكر ما تقلقوش قلبت الحاجات كويس كده وبعدين هغطيها وهسيبها تستوي اه على نار هادية يعني هبتدي لما تغلي كده هبتدي اوطي النار عليها عايز اقولوكو في فترة التسوية انا كنت بروح كل شوية اديها تقليبة بسيطة لان زي ما انتو عارفين الحاجات اللي فيها صلصة او تسبيكة بتبقى اكتر عرضة لان هي ممكن تشيط في الحلة فانا كل شوية من وقت للتاني بروح اديها تقليبة بسيطة او زي ما انتو شايفين كده بروح اكشف الحلة وقلبها تقليبة بسيطة كده وبرجع اغطيها علشان تستوي براحتها على نار هادية اللوبيا طالما احنا منقعينها ما بتاخدش وقت كتير خالص في التسوية بغطيها وبروح اشوفها بعد كده لما تستوي خلص كده هطفي عليها في الوقت التسوية ده طبعا احنا علشان ما نضيعش وقت هنعمل الرز جبت حل وضفت فيها شوية زيت واستنت لما سخن الزيت وضفت كوبايتين من الرز المصري انا غسلتهم وصفتهم وبفضل هقلب فيهم كده لغاية ما يبقى لونهم دهبي لو حابين تعملوا الرز من غير شعرية براحتكم انا ضفت شوية شعرية وهقلب شعرية مع الرز لغاية ما لونها يبقى دهبي خلاص كده تمام زي الفل دلوقتي هنبتدي نضيف المية طبعا لو حابين الرز ينجز معاكو هنضيف المية مغلية عايز اقولكو اضافة المية المغلية بتخلي الرز يبقى نفلفل برضو وجميل وما بيعجنش انا ضفت ورقة لورة وضفت ملح طبعا سبتها على نار هادية طالما المية مغلية اللي احنا ضفناها بنوطي النار ونسيب الرز يستوي على نار هادية لو عليتوا النار الرز بيعجن معاكم لكن النار الهادية بتخلي الرز يبقى نفلفل وجميل زي ما انتوا شايفين بعد ما يشرب المية انا بغطي الحلة وبسيبها متغطية حوالي خمس دقيق لان الرز بيكمل تسوية وبالتالي ما بنحطولوش مية تانية حتى لو هو الرز زاية حسيتوا ان هي مش مستوية قوي لا غطوا الحلة واسبوها بيكمل التسوية بتاعته على البخار علشان بس ما يعجنش معاكو اللوبيا خلاص هنا كانت استوت لما استوى الرز هي كانت خلاص استوت ببتدي اغرفها دلوقتي بصوا اللوبيا بتبقى مستوية ومتمسكة كده ما بتبقاش يعني مهرية او طالع القشر منها علشان التقليبة البسيطة اللي احنا قلبناها لها مع البصل والتوم والفلفل عايز اقولكو احنا بنغرفها كانت ريحتها رهيبة 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 اللوبيا من الاكلات المصرية الاصيلة اللي بترجعنا كده الزمن الخير والبيوتنا المصرية الجميلة انا بحبها جدا جدا انا بحب اللوبيا اكتر من الفصولية وهي بالفعل اخف على المعدة والقولون من الفصولية الفصولية يعني اه تعتبر اه ممكن تسبب مغص للناس اللي هم عندهم القولون فجربوا اللوبيا كده هتعجبكم جدا جدا الطريقة دي من اجمل الطرق اللي ممكن تساوي بها اللوبيا لو وصلتوا لغاية هنا انا بشكركم من كل قلبي على متابعاتكم الجميلة ما تنسوش دايما تدعموني باللايكات بتاعتكم للفيديو علشان فعلا فعلا اللايك بتاعكم بيوصل الفيديو لقاعدة عريضة طبعا من المتابعين ففيه الناس بتبقى ما تعرفش الطريقة الصحة للوصفات بتاعتنا دي البسيطة فساعدونا ان احنا برضو نساعد الناس المبتدئين دول بصوا شكلها جميل ازاي عايزة اقولكو الصلصة اللي احنا بنعملها في البيت دي احلى مليون مرة من اي صلصة معلبة انتو بتشتروها حاولوا تعملوا الحاجات دي عشان يبقى عندنا اكتفاق ازادي كده ونبطل نشتري الحاجات الغالية دي اللي بتتبع برا البيت علشان نوفر في صحتنا وقو كمان في الميزانية بحبوكم جدا جدا وبكرا بازن الله هنتقابل تاني مع وصفة جديدة على مطبخكم مطبخ نهيد فاروق مع تصوش الليك وشير